السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ اليوم أجبت لكم فيديو جديد في مادة الرياضية على درس المئات وكيف نطرحها منهم بالمئات باستعمال الأعمدة فقط بدون عملية حسابية هذا يساعد تلميذ على الذاكرة وتجديد معارفه فيما يخص العشرات ومكملاتها والمئات ومكملاتها من العشرات فالدرس هذا درس مهم 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 جدا مهم جدا رهو في الصفحة 56 56 من كتاب الرياضيات التربية العلمية والتكنولوجية كما ركتش فيها في الرقم 4 سيجب لكم طريقة سهلة 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 جدا ونستعملها مع التلاميذ التعي وجيب نتيجة ما شاء الله ما شاء الله اليوم سيقوم بارتاجها مع أخوتي باش تكون عندهم سهولة في الدرس هذا اللي يكون مدخل مدخل للفصل الثاني وإلى ما فهمت الدرس هذا سيكون صعيبة بزاف باش يكمل الفصل الثاني في مدهة الرياضيات قبل ما نبدأ الكتابة كان بزاف اللي يظهر لهم الصورة غير متضيحة عفوا أن تكون فيها ضابابية نوعا ما اضغطوا على الشاشة يظهر هناك ثلاث نقاط في أعلى الشاشة على اليمين هنا تماما هنا في أعلى الشاشة على اليمين اضغطوا على ثلاث نقاط تظهر سينيالي ثم كاليتي تلقاوا عفوا أن مية وربع وربعين أو ميتين وربعين بيكسل حولوها إلى أكبر نسبة اللي هي سبعمية وعشرين باش تظهر لكم الشاشة واضحة وتقدروا للتلاميذ أو الأبناء التي يتابعوني بكل سلاسة وبكل سهولة وهذا هو الكهين نبدأ على بركة الله هادي يكون السؤال بالصيغة هذه مئة مئة ناقص مثال ثلاثة وثلاثة كم يساوي؟ بدون عملية حسابية واش نديرو؟ هادي نكتب المئة على الشكل العميدة من المهم جدا يكون يعرف باللي مئة هي عشر عشرات هي عشر عشرات والعمود بعشرة هادي أغلب التلاميذ سنة ثانية يكونوا يعرفوها إلا إذا ما كنوش يعرفوها لك هذا خاص عمود اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشر سهلة ووضحة نفوتوا للخطوة اللي بعدها العشرة التي على اليمين نبسطها إلى وحدات كل عشرة فيها عشر وحدات واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة حسنا كنش واضح كنش واضح إذن هذه عشرة 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 وعشرة عشرة 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 وتسوي مئة إذن سنقص منها ثلاثة وثلاثون نبدأ بالآحات هذه العشرة الأولى ننقص منها الآحات هنا ننقص منها ثلاثة نشطب على ثلاثة 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 وحدات الباقي هو سبعة ونكتبه أسفل العمود الأول نذهب إلى العشرة الأخرى وهي ثلاثة عشرات ثلاثة عشرات واحد اثنان ثلاثة كم تبقى من عشرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نكتب الستة تحت العشرات والرقم يظهر هنا وهو سبعة وستون جربتها مع تنميذ داعي كان أغلبهم عرفها من الطريقة الثانية والأكثر نسبة من الطريقة الثالثة من العملية الثالثة والأقل نسبة والضعفة من الطريقة من العملية الخامسة كرها مع أبناتكم للمرة الأولى توريها له أول مرة ثاني مرة خليه يجربها قدامك ثالث مرة يجربها قدامك ثالث مرة يجربها قدامك الرابع وخامس مرة خليه هو واتاحه وشأنها أعطيه مسودة أعطيه مسودة وخليه هو يدبرسه نديروا مثال أخر مثال أخر مئة ناقص سبعة وستون تساوي ما قلنا نديروا عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قلنا العشرة الأولى نقسمها دائما قانون نقسمها إلى العشرات ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة وهذه عشرة جد كبيرة عنها معلش قلنا هذه نقدره أيضا نقسمها العشرات هذه نقسمها العشرات لكن ما عندناش فايدة فيها قسمها العشرات هي تساوي عشرة وإنما ما نقسمها خاش ما نحتجوهاش بتعبير البسيط ما نحتجوهاش إذن نقسم التي على اليمين التي نستطيع ترك منها وحدات قلنا سبعة وستون سبعة هي الوحدات نقصها من الوحدات هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبح ثلاثة الباقي هو ثلاثة ستة ستة عشرات واحد اثنان ثلاثة خمسة ستة يبقى ثلاث وحدات والرقم هو ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون كان عدة طرق أخرى نقدر نقوله مكمل مكمل هنا مكمل هنا سبعة نضيف له إلى عشرة يصبح هنا ثلاثة والعشرة الموالية سبعين اللي هي ثلاثة لكن صعبة على الطفل ونحتجوه احنا بالأعمدة والأحاد لنباشر في عملية أخرى قادمة الفصل الثاني اللي تكون بسهولة نوعا ما وتكون بسلاسة لازم يفهم الدرس هذا وما تركزوش مع الاختبارات وما رجعت الاختبارات وتخلوا الدروس هذو يفوتوا رأنا في اليوم الثاني او الثالث احنا في الدروس تاع المئات لازم تتواصلوا مع أولادكم والاختبارات معليش حاجة واحدة اخرى لكن دروس ايضا نتبعوها باش ما يروحناش البرنامج ونعود ونبدأو في تأخره مع الطفل ونعود ونخدمه معه أزيرو ربي يفقوه إن شاء الله وعفوا راني جيبكم سلسلة بتاع الرياضيات الخاصة بالأطفال اللي ما يعرفوش إطلاق الرياضيات نبدأها من لاباز من القاعدة نبدأها درس فدرس فدرس مجمعا لتلاميذ اللي يقلبوا الأرقام وما عرفوش كتبوا الأرقام وعنتم صعوبة في الحسابات هذون بدأوا معهم إن شاء الله إضافة إلى الوصفة التي حطيتها اللي حطيتها الصباح على كسمة كسمة طفلك يصبح من أذكياء وصفة أذكينا منها ومجربة وبالقرآن مشيسي حلولة شعوذة وبالقرآن رقية وبالقرآن واش نقول رب يشرح لي صدري ويسير لي أمري واحل القدع عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته ما تنسوش اشتراك بالقناة اشتراك 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 ورأينا أي تحت القناة سوى تحت الشاشة تحت الفيديو مباشرة اشتراك بالقناة وزر الضغط عزر العجاب للتشجيع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته